من الإشاعة عندما تأتي في وقت الأزمات نعم طبعا يعني فيه ناس يتقصد بوقت الأزمات والدولة منشغلة والمواطن منشغل وقت أزمة معينة ويطلق إشاعة من يتحمل هذه المسؤولية أستاذ الحمد؟ هو شوف أولا قبل كل شيء الانتماء الذاتي والانتماء الوطني هو اللي بيحكم هذه العملية من يملك انتماء يكون حريص على أنه ما يثير أي شيء إشاعة تهدد أمنه الوطني وقت الأزمات دور مؤسسات الدولة الإعلامية وقت الأزمات التقصير في توفير المعلومة يغذي الإشاعة بالتأكيد مش التقصير أو التأخير أو البطء في الحصول عليها أو إخفاءها جريمة أنا أعتبر أنه إخفاء المعلومة في وقت الأزماتية يعني جريمة يجب أن يحاسب عليها أي مسؤول نعم نحن نتحجج أحيانا بيقولك في هذا الوضع الأمن ما يسمح أنه بالعكس لما ما أنا أنشر هذه المعلومة يزداد الأمن سوءا نعم نعم ويكثر الله قاويل ويكثر الله قاويل ويكثر الله قاويل أنا لما أعطي معلومة وأنا لما كنت يعني مدير عام بجعل التلفزيون أو مدير التلفزيون كنت أطلب من الأخوان المسؤولين أقولهم أعطونا أنتم شيء بسيط جدا على نظام الخبر العاجل حتى ما أسمقني حدا في موضوع يكبره من المسؤولين اللي عندك بالتلفزيون من المسؤولين في الدولة في الدولة في الدولة يعني يعني أعطوني أنا هل كنت صاحب قرار بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالنسبة لسرعة بث الأخضر أحيانا أحيانا مش دائما هل لك مساحة في يعني مو دائما يعني أخذنا مساحة ويعني أذكر الدكتور محمد المومني في هذا الإطار كان متفاهم جدا معنا وطلعنا بشيء اسمه الخبر العاجل يعني كنت أقول لهم خلينا نحط خبر عاجل نوافيكم بالتفاصيل وإذا أنا ما طلعته وسيلة سوشال ميديا أو وسيلة إعلامية طلعوا بطريقة هلأ وتكبروا دوري أنا دوري أنا أصير أرقع وراها ما بقدر والإشاعدة انطلقت يعني أثارها النفسية بتكون كتير يعني مش نبقل الحدث في أوله نعم الحدث في أوله الرد الفعل الأولي يختلف عن لو طلع واحد بالمية من الإشاعة تسعة وتسعين بالمية ما تقدر أنت تخفيها إذا طلع هذا الواحد بالمية نعم وبالتالي مهم جدا أنه إحنا نتعامل وخلينا دائما نحط يعني أسوأ الاحتمارات أنا ما بدي أقول ممكن يعني المعلومة ما تلحق ضرر في جهة معينة لكن بدي أوازن أثرها على الأمن الوطني في شكل عام وآثرها على الجانب المعين إشاعة ممكن تؤذي الجانب الاقتصادي لكن أثارها النفسي والأمني والاجتماعي بكون أكبر من الأثار الاقتصادي يعني الإشاعات هي أنواع فيه الإشاعات الخطيرة البطيئة هاي اللي بيحاول يقنعك فيها يعني مطلقها بيحاول يقنعك لأنه بيجيب فيه حقائق بسيطة ممكن ويحكيها بأسلوب يعني بيقول لك كأنه شاهد عيانك نعم يعني أنا مبارح تصوري أنه مرات بيكون إحنا إنت إعلامية يعني ما شاء الله عليك متميزة مرات بيكون في حدث إعلامي معين إنت كإعلام محترف تقطع بخبر وجانب آخر بيطلع فيه خبر يمكن تكون هي إشارة معينة بترك كل المهمة اللي في الخبر بيطلع بهذه الإشارة المعينة نعم نعم صحي ببني عليها أمور ببني عليها وبالتالي بتلاشئ الهدف من الموضوع كله نعم أنا بقول الإشاعة فن فيه ناس عندهم يعني عندهم بتعاملوا بهذه الطريقة بطرق بطرق يعني فنية تقنعك نعم مرات بتقول يا أخي يعني مسؤول فلاني بحكي ما هي هالكلام هذا حكي عنه فلان وفلان مشهود له قد ما بطلع إشاعات وقد ما بطلع وصار يتغلغل في الناس بقول لك هذا صار عنده مصداقية نعم أنا بحيي يعني الحقيقة المصداقية في معهد الإعلام الأردن وبحيي المرصة الحكومية اللي عملوها حقك تعرف لكنها يعني ما بعرف في الأون الأخيرة صارت شوية مش فاعلة زي بداية الانخلاق يعني دائما ممكن حقك تعرف ممكن تكون لما أنا برأيي تكون يعني هدفها أكثر لمواقع التواصل الاجتماعي وليس للإعلاميين الإعلاميين يجب أن يكون لهم مصادر يعني مباشرة من قبل ما تطلع الإشاعة ومتكون عندهم المعلومات كما ذكرت أستاذ الحمد في البداية ترجمة نانسي قنقر